السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل اليوم في مادة الميكانيكة الهندسية ذلك من خلال الشرط الرقم 9 له علمانه Kinetics of Particles and Neutrons Second Law نواصل في شرح البروبلم الرقم 4 من خلال البروبلم هذا يقول Determine the Normal Force Crate A Crate A Crate A الآن عاوزين نعرف كلمة الماس بتكون معتع عشرة كيلو التسارع اللي حينزل به هو الآية حيكون اثنين متر سكوار وزاوية للنحنة هذي حتكون ثلاثين درجة طبعا ويقول لك نفس الشي اعطينا التسارع متع الصندوق هذا لما ينزل عمودي طيب اول شي هننسوي الفري بودي الرسمة هذي حتعطينا انه فيه الوايت اللي هو في جي نورمال وفيه نفس الشي التسارع طبعا التسارع حيكون في الاتجاه هذا اللي هو ايه طبعا على محور هذا حتكون الزاوية هي نفسها زاوية هي حتكون الزاوية تيتا يعني الزاوية هذي هي تيتا هي نفسها زاوية هذي يعني هي نفسها زاوية هذي تيتا هنستعمل يعني قانون السيجما F يساوي الماس القوة الموجودة على المحور يعني المحور Y المحور العمودي على المحور يوجد مع هو مع す المحور يعني الحاركة تكون العمودية النازلة تحت يعني ثتكون مقابل يعني ستكون لـ التسارع ستكون ثيتا يعني حتكون الآن في ناقص اي ساين تيتا. هذه المعادلة الأولى من الحلال المعادلة هذه نقدر نجيب النورمال تساوي الماس في جي ناقص اي ساين تيتا. هذه هي النورمال. بنعوذها بقيمة الماس اللي هي عشرة. جي تسعة ثمانية واحد. والتسارع اللي هو اثنين. ساين تيتا اللي هي ثلاثين درجة. وبتكون قيمة النورمال تساوي ثمانية وثمانين فاصل واحد نيوتن. هذه هي قيمة النورمال. بالنسبة للتسارع بتاعت الكريت بتاعت الصندوق يعني. طي ما شفناه حيكون التسارع يعني العمودي اللي هو اي ساين تيتا. ليش? لانه هذا منحني. والزاوية هذي نفسها بيكون نازل. يعني بتكون اي ساين تيتا. بنعوذها. بتكون يعني اثنين متر بار ساين سكوار. فالساين ثلاثين. بتكون واحد متر بار ساين سكوار. هذه هي تسارع متعة الصندوق. طيب الحين نمر للبروبلم. الاخير اللي هو البروبلم رقم حمسة. البروبلم هذا يعني يعني في مجموعة من السنة. ديق نازلين. يعني في العربة هذي. اول صندوق هيكون يعني في النقطة اي. هيقطع المسافة دي. اللي هي ثلاثة متر. هيوصل للنقطة بي. يعني بتسارع في بي. في النقطة اي. هيكون فيلش دي بي. اي قيمته اثنين فاصل خمسة متر على الحسب الموضيات. بار سيكند. عاوزين كم تساوي السرعة اللي هيوصل بها الصندوق هذا. مع العلم انه زاوية الانحنة هذي ثلاثين درجة. اه الميوكاي معامل الاحتكاك سفر وصل ثلاثة. والماس بتاع كل صندوق اللي هي اثناشين كيلو. يعني هذه هي الموضيات. نفس الشي حنستعمل الفري بودي دياجرام على الصندوق هذا. طبعا حنستعمل سيجما اف يساوي الماس تسارع اي. طبعا حنرسم القوى اللي موجودة على الصندوق هذا. اللي هو نفسه هذا. لو ناخده هنا الصندوق. بيكون عنا اول شيء عنا النورمال متعة الصندوق اللي هي النورمال الان. ما نهي تحرك بالاتجاه هذا. يعني هيكون تسارع هنا. هتكون هذه يعني معامل الاحتكاك حيكون عكس الحركة. حيكون هو الاف اللي هو الميو في النورمال لان الميو كاي في النورمال فيه الماس في الشيء. طبعا ما ننسى انه هذي نفسها الزاوية يعني هذي نفسها زاوية تيتا. يعني لو ناخذ السيجما اف على اماي بمنه الحركة على المحور. يعني اه هذا. يعني حتكون الماس لو ننزلها على المحور هذا بتكون مقاول يعني حتكون الماس في جي ساين ديتا في النورمال عكس محور الحركة بتكون ناكس في النورمال تساوي الماس في هذه المعادلة. هذه نحتاج للنورمال لازم نجيب النورمال هنستعمل سيجما اف يعني هذي نزلناها على المحور يعني واي لكن ايكس لو نزلها على المحور واي تساوي يعني نفس الشي يعني هذي على المحور اكس لما بتكون على المحور واي نفس المعادلة ام اي هتكون يعني النورمال على المحور واي وفيه الام جي ماينس ام جي كوساين كوساين تيتا لكن بما انه ما فيش حركة على المحور واي يعني بتكون تساوي سفر منها تساوي سفر على طول نقدر نقول انه النورمال تساوي الماس في جي كوساين تيتا طيب نعوذها هذي في المعادلة الاولى نورمال هذي نعوذها المعادلة هذي نقدر نجيب القيمة الاي الاي اللي هي التسارع بتكون جي ساين تيتا ناقص في النورمال على النورمال على الام يعني هتكون جي كوساين تيتا هذي هي يعني لنورمال ام نقسمها الام تكون هذي الاي بنعوذها الاي بتكون يعني اثنين فاصلة ثلاثة خمسة ستة مترفار سكين سكوير اصبحت الحين التسارع معلومة بعد ما جيبنا التسارع هنجيب القانون لانها المسافة هذي هذي سرعة في اي وهذي سرعة في بي والمسافة المقطوعة هي دي هنور بيقول انه في بي سكوير نقص في اي سكوير تساوي اثنين دي في الاي يعني الاي بتكون في بي او اللي الاي هي معلومة عاوزين الفي بي يعني الفي بي بتكون اثنين دي في الاي بلاس بي اي سكوير تحت الجدد التربيح يعني هذي الفيلوشيتي في بي بنعوذها لما نعوذها بنتحصل على الفيلوشيتي في بي تساوي اربعة وحاصل خمسة واحد خمسة متر سكنت هذي سرعة اللي حينزل بيها السندوق يعني هذي هي الفيلوشيتي اللي هي هذي يحينزل بيها السندوق يعني بعد ما يقطع المسافة هذي يعني كده يكونوا يعني جاوبنا على نقم خمسة طيب نلتقي ان شاء الله في محاضرة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته